أكيد ناس كتير أو يكلموكي وأشهدوا بدورك في برغم القانون مين أكتر حد مش ممكن تنسي مكلمته؟ ماجدك كدواني أول حد جيبه لي بصراحة هو كتير ماجدك كدواني قالك إيه؟ هو كل يوم تقريباً ببعتلي معصدش بعد كل حلقة كل يوم أمر 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 وبعدين أنا أقاي كتير مشفتوش وأنا كتير ما تكلمناش فواضح إنه من قلبه يعني فاهمة إنه حابب ومبسوط وفيه والله ينجم كتير يعني مفيش حد تقريباً ما كلمنيش مفيش حد ما بعتليش وإيه من حتى لو مش صحابي خالص وناس ما عناش أرقام تليفونات بعض جابت نمرتي فلا المسلسل ده بالنسبالي إحساسه مختلف تماماً 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 لأن حاسة إنه وصلت لناس يمكن ما كنتش وصلة له فمبسوطة قوي حاسة بالنجاح وحاسة بالكلام وحاسة باللي بيتقال وإذا عفريك بتصوري كل يوم بلسه يعني عايز أقولك إن أنا مثلاً من الناس منتظة صراحة ما كنتش عافة إن فيه مسلسل اسمه برغم القانون أنا عرفت من الناس وبشوف إنه دي أنجح دعاية لأي عمل يعني ممكن فيه أعمال بتنجح بتكسر الدنيا على بلاتفورم حتى مش على القنوات الأساسية اللي موجودة فيه أعمال ممكن ما نكونش سمعين عنها خالص وبتشتغل وبتخلص وبنسمعش عنها أصلاً أه ولكن أما الناس قال لكم فونسو ناحة بصراحة طبعاً دي حاجة بتوجع للقلب جداً أه 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 طبعاً ولكن أما بعد أسمع برغم القانون شوفوا إيمان العاصي المسلسل هاني عادل الولاد فيه كلام بيتقال أه كتير بسي أنا طبعاً يعني أشتكي شوية بقى من شادي عبدالسلام وريمون مقاري طبعاً مش لحقة طبعاً خالص أشوف إحنا بنشتغل بصراحة لحد دلوقتي ولسه قدامنا تقريباً أسبوع تاني فبس إحنا بصراحة كلنا إحنا مبسوطين يعني إحنا في اللوكيشن مبسوطين وإحنا وأنا عارف أنا بهذر طبعاً وده حاجة خارج عن إرادة أستاذ ريمون وشادي عبدالسلام تماماً وهم داين بيعملوا حاجات نجحة آه بصراحة يعني يعرفوا يختاروا ما بينجحواش صدفة ما شاء الله يعني بيختاروا بيعودوا بيتعبوا بصراحة يعني ممكن تنجحي أول مرة تبقى صدفة تاني مرة يمكن بس ما شاء الله ما شاء الله كل المشاريع بتاعتهم يعني بتجيب جغن يعني زي ما بيقولوا حقيقي بحقي آه الحمد لله فلا لسه ما شفتش حاجة يعني أنا لسه مثلا ما تفرجتش من الخمستاشر مثلا فيش وقت وانا بحب تفرج بس بس شايفة سوشيال ميديا شايفة الناس في الشارع شايفة بنتي كل شوية عشان فيه فيه صحابة معي في المسلسل كل شي مامي هي جسيك هتعمل ايه مامي يا بنتك هتعمل يا ولها انت بسألي ليك لا أصحابي مش عارفة بيقولولي ايه فطول الوقت ريتاج وصحابها بيسألونا ايمان انت هتعمل ايه في بنت محمد القصة جسيك هتخطفيها زي ما خطف عيالك وش عارف بقى ايه فا هتحبي هاني عادل استاني وانا حرقت لا محرقتش لا لا والله العظيم لا 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 ما حرقتش ولا حرقت لا ما حرقتش